أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر تحرص على لعب دور فعال في ملف التنوع البيولوجي خلال لقائها وزيرة المناخ والبيئة السويدية أتيكا ستراندهول شددت ياسمين فؤاد حرص مصر على استكمال مهمتها بدفع العمل متعدد الأطراف للخروج بإطار عمل التنوع البيولوجي وذلك لما بعد عشرين عشرين من جانبها أكدت ستراندهول الاعتماد على التعاون الممتد بين مصر والسويد في دفع ملف التنوع البيولوجي وحجد الزخم الدولي المطلوب له وكذلك تطلعها للخروج بإعلان طموح من مؤتمر المناخ يضم استجابات عاجلة ونتائج تدفع أجندة العمل المناخي خاصة في مجال التخفيف والخسائر والأضرار